في رصده لأثار وآفاق العمل الحكومي لسنتين المنصرمتين اعتبر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفية الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للانباع حصيلة العمل الحكومي في المجال الاقتصادي كانت إيجابية يمكن القول الحصيلة بعد سنتين أنها حصيلة إيجابية معدل النمو الذي كان في سنة 2012 في حدود 9.7% هو حاليا في سنة 2013 4.8% العجز الميزاني الذي كان في سنة 2012 7.3% هو حاليا في 5.4% مؤشرة انعكست إيجابا على الاستثمارات حسب الوزير الذي اعتبر أن المملكة حققت رقما استثنائيا على هذا الصعيد على مستوى الاستثمار عامة يمكن القول أن السنة 2012 و2013 كانت سنة ستنائية بالنسبة لبلادنا الجنة الوطنية الاستثمارات التي رأسها السيد رئيس الحكومة صادقت على مجموعه 88 مليار درهم في سنتين كما تمكن المغرب من جلب ما مجموعه 40 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية وهو رقم قياسي لم يسبق أن حققته بلادنا غير أن الحصيلة الاقتصادية هذه تعتاريها حسب الوزير تحديات لا يمكن تجاهلها على سيما تلك المرتبطة بالاستثمار العمومي الحصيلة من الناحية الاقتصادية نحقق فيها تقدم لكن ما زالت تنتظرون فيها تحديات كبرى وهي تحديات ليست بسهلة تحديات معتبرة وعلى رأسها رفع فعالية الاستثمار العمومي والذي تعبئ له المالية العمومية إمكانات مقدرة وعلى المستوى الاقتصادي أيضاً أكد الوزير أن الحكومة اعتمدت سياسة إرادية لدهم المقاولات كمفتاح للنهوض بالاقتصاد الوطني نعتبر أن المفتاح الأساسي للنهوض بالاقتصاد الوطني هو دعم المقاولة الوطنية هو تقوية القطع الخاص دعم المقاولة الوطنية على المستوى المنظومة الضريبية ولهذا تم تقليص الضريبة على الشركات بالنسبة للمقاولات التي تسجل أرباح قل من 30-300 ألف درهم إلى 10% وفي نفس الوقت مضاعفة ورفع الضرائب المرتبطة بالاستثمارات في مجال الأراضي وفي ذات السياق اعتبر الوزير أن المغرب يعيش حالة إصلاحية تنترتبط بتغيير إرادي للمنظومة القانونية المنظمة للمجال الاقتصادي لسيما فيما يتعلق بإصلاح قانون المالية وتفعيل نظام الأفضلية الوطنية بالنسبة للمقاولات وإصلاح القطب المالي للدار البيضاء إلى جانب حزمة تدابير متعلقة بإصلاح المنظومة الجنائية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر